اختالت إسرائيل أستاذ مادة الفيزياء محمد فران المدرسة في ثنوية حسن كامل الصباح عندما استهدفت سيارته مسيرة بصاروخ موجه على طريق كفر دجال في منطقة النبطي وذلك أثناء توجهه إلى عمله وعصيب في الاعتداء ثلاثة أولاد تلامذة كانوا لحظة الغارة داخل حافلة مدرسية متوجهين إلى مدرستهم كما أدت الغارة إلى ترويع وهلع التلاميذ وبذلك تضيف إسرائيل إلى سجلها الإجرامي اعتداء جديدا على القوانين الإنسانية وعلى الطفولة وفي مناعة المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي ناصر فران موليد عام 1989 من مدينة النبطي في جنوب لبنان استوقفت صور التلامذة الجرحة في زيهم المدرسي الملطق بالدم ومشاهد تأبطهم بكتاب تاريخ لبنان الحديث وأكد أحد الأطفال المصابين أنه لا يخاف العدو الإسرائيلي وسيعود إلى مدرسته فور انتهاء فترة العلاج بثبات وقوة أكبر وأكد صائق الحافلة المدرسية أن العناية الإلهية تدخلت ومنعت وقوع مجزرة بحق الطلاب الوهل الأولى صار في حالتها لأنا مباشرة أول شغلة أملت أني ده قتل دفاع المدني كشف الرسال الإسلامية على السريع لبون الحمد لله ثلاث إصابات حطيتنا على جنوب طبعا في الوقت جمهرت الناس بس أنا أول شي أمنت الثلاث اللي أنا مبينين إصابات عندي الباقيين كمان الله بحبنا كمان إجا شاب صاحبي ما أول شغلة أمنني هؤلو ملات الأهل اليوم وهو الثلاثة في الشديدان الثلاثة وسط الدسعات الشاب الرسال الإسلامية حطينا الثلاثة وقمنيهم على الطلاب على بيوتهم قمنا الطلاب على الساشفة قم طلعت دارتي ونجحتين من أكثر دابل هام قم طلعت دابل تاني قطاد إلينا هرائي قم طلعت اليزامين هرائي قم طلعت الإزعاب إيشت أخذتنا هانا عن المستجر بس عم بيثين حزقين هادا قول ميا قم طلعت أي أنت سمعت صوت الصرور وتأخيري لهاي ما أعملوا رفعتك بالباس؟ قال للباس قم طلعت النشلين على عصر هل مجنعه أنك جورس هيدا؟ لا مجنعه أستاذة ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية وطلابها نفذوا وقفة صمت تحية إلى روح الأستاذ الشهيد محمد فران في ملعب الثانوية وقد نعى مدير الثانوية عباس شميساني فران الذي ارتقى على طريق واجبه التعليمي والوطني أستاذا مربيا شهيدا وزميلا نشيطا ومليئا بالأخلاق والعطاء والتهذيب والاندفاع المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخايا درعي نشر أن طائرة هاجمت اليوم وقضت على من وصفه بالمخرب فران وقال أنه كان المسؤول عن بنية تحتية لصناعة وسائل قطالية استراتيجية وفريدة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان وفي إطار الرد على الاختيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في كفر دجال قصفت المقاومة مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في قاعدة إليد بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأظهرت مشاهد اندلاع حريق في مستوطنة إليد هجاهر في الجليل بعد استهدافها برشقة صاروخية كما استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في موقعي المطل والراهب بالأسلحة المناسبة وأصبتها إصابة مباشرة وقصف حزب الله مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في قاعدة بيت هلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق إلى ذلك تعارضت أطراف بلدة عيترون قبل ظهر اليوم لقصف مدفعي متقطع مصدره المرابط الإسرائيلية المنصوبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كذلك أطراف بلدة ياطر وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت 30 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وأغارت مسيرة بصاروخ على بستان زراعي في منطقة حمول عند أطراف بلدة النقورة ونفذ الطيران الحربي غارات وهمية في أجواء قرى وبلدات قضاء صور مطلقا جدار الصوت وعلى دفعتين ونفذ أيضا غارات وهمية محلقا على علوم منخفض في أجواء قرى وبلدات قضاء مرجعيون وأطلق بلونات حرارية كما سجل قصف مدفعي على أطراف بلدة بن حيان أثناء قيام عناصر الدفاع المدني بعمليات أطفاء الحريق المندلع سابقا